البرح في الوقفة اليوم تاريخ البرح لانه كان ينتظر تنتظر المعارضة اطلاق صراحة على الاقل خيام التركي باعتبار تنتهي مدة المحكمية الاخافة عام وربع شهور ما تم اشتلاق صراحه لست فيه البرح واليوم البقية لم يقع هذا كان تم وقفة للمعارضة لتنسيقية علاج يبل خناس وكذلك معارضين حتى منعان الطيارة الديمقراطية كانت مسيرة قوية نشوفوا اذا كان جاهزة كلمة بنيا ابراهيم نائب المجلس والتأسيسي القت كلمة حماسية ولكنها قوية في الحقيقة اذا كان جاهزة خذنا نمررها وراجعين معك يلا ندخلوا سيدة مشاهدين بهذه الكلمة يلا بدون تاريخ لانه بدون مستقبل لانه بدون حاضر خاص بالمعارضة وحضر في الحب لانه تلق بشيكون معبت احنا العائلات احنا الاصدقاء احنا الوطنيين مزلنا واقفين مزلنا صامدين منشمش نساف المو لاخر نفس فيهم الشرفاء بش يخرجوا بالسجون الشرفاء يخرجوا بالسجون احنا لدينا الشرف لدينا الكرامة لدينا النزهان لدينا المستقبل انت ليك العارب وليك الخزي انت ليك العارب لدينا عقل قلب لالحرية للمعاربة التونسية الحرية للمعاربة التونسية الحرية الحرية للمعاربة التونسية الحرية يا فاشل ارحل يا فاشل وين هينجزاتك للناس وين هينجزاتك للمواطنين دير الفقر والتقليل والتخليل وين هينجزات بتاعك يا فاشل مرحبا بكم من جديد ضيفنا كما قلت دكتور رفق عباسلام المنصق العام للهيئة الدولية لمناصرة الأستاذ رشد غانوشي كنت استمع الجزء من كلمة ابن إبراهيم هذه الوقفة المعارضة كيف تقيمها دولة يعني هذا أول شي فيه جانب ألم كبير واضح مرى معناه مكلومة وهذا عبر عين من العينات لحالة عائلات المساجين والمعاناة اللي عشوها ثم حالة الجرع الناس تجاوزت يعني حاجز الخوف وعملت شعار مكثف حقيقة أن التقديل الشعار هذا بدأ يسري بين التونسين عنوانه ارحل يا فاشل هذا يلخص المشهد اليوم في تونس يعني هذا معادش عنوان ولا شعار ترفع عائلات المساجين والناس الضحايا ولا السياسين فقط طبقة السياسية هذا شعار صار يسري على ألسنة التونسين والتونسيات لأنه فعلا هذا الرجل عنوان الفشل والمظالم اللي نعيش فيها اليوم ما كناش نتصوره حتى في طور الخيال أن تونس مشترجع إلى هذا المستوى نرجع مرحلة المساجين والسجون والمتابعات والعائلات المكلومة أمام المعتقلات والتز القفة والأتعاب متاع الصغار والزوجة يعني كأنك يابو زيد مغازيت ولكن التقدير هذه مرحلة عابرة لا تمتلك مقاومة الاستمرار الطويلة فعلا تونسي مرحلة العبث ناس يتحدثوا ومش ناس يتحدثوا بالتصنيف يعني فهم الأدب السريالي والأدب الخيالي والسينما الخيالية ولنا أمام القضاء الخيالي لما تقرأت حقيقة يعني قرار ختم البحث شيء يفوق الخيال يعني يعني شيء مفتعل ومصنع مرويات وأحداث وشخصيات والتركيب شيء على بعضه شيء شيء هذا على رأس هذا يعني حقيقة فضيحة لو كان يعرض هذا القرار ختم البحث على أي جهة قضائية مؤسسة قضائية دولية حقيقة تونس تصبح فضيح هذا وقع في كوريا الشمالية ولا في زنبابوي ولا في أي دولة من دول العرب زنبابوي مجابي نقصد يعني حقيقة فضيحة بيتم معنى الكلمة يعني أصبح القضاء يستخدم فعلا هو وظيفة للفتك بالخصوم السياسيين وتركيب الأحداث والحيثيات المهم حاجة كمية ذاك سوقه للسجن وركب له قضية من القضايا هذا اللي حصل بالرغم سيد سعيد كلمة مجلس الأمن القوم ربما نسمعهم بعض منه يقولوا احترمنا الجراءات وبالعكس يقولوا قاعد تمطيت كله كذبوا بلوت كله كذبوا بلوت لا احترموا الإجراءات ولا احترموا الحيثيات ولا احترموا القواعد القانونية ولا بديهية القضاء ولا أي شيء ناس مطيسين في السجون 14 شهر يعني نشوفت واحدة من الحيثيات يعني عصام الشاب يمدانع لماذا لأنه يلتقي مع شسمه يلتقي مع نجيب الشاب نجيب الشاب يخوه شقيقه يعني إذا يلتقي الشقيق مع شقيقه أصبحت تهمة وقس على ذلك يعني سيدة فاضلة أعرفه عن قرب يعني متهمة نتمشي الحي أهلاله وما العرفشه الملسين وحي التضامن حتى تؤلب المجرمين ضد السلطة فبحث فم اختلاق للأحداث يعني هذا كان يجاتل قاتلك يبحث لك معناه في الحيثيات وأدوات الإدانة المنبش يخليك بالسجن وعليش يخليفهم بالسجن لأن قيس السعيد خايف لكن يخرجوا له هذو مشخصيات وقامات سياسية من الوزن الأول ممكن يترشحوا ينافسوه انتخابه هذك عليش فكل واحد عمله القانب ومتاعه القيس السعيد كل واحد يضبط له القانب تعمله قانب على المقاص بشقصي من الحياة السياسية وهذا هو متوى حتى المنافسين متاعوا لموجودين بره إذا ما يلقى لشته مجازة ويعملوا حتى معناها سرقا بتاع الجيش أو معناها شسم الإساءة لموظف أو كذا في الطريق العام هذا كل معناها سمعنا في الإذاعة السيد عبد الرزاق الخلول يعتقد من مناصرية سعيد الحراكة 25 جويلة قال أنه كل واحد لا يستظهر بحضوره في تونس 180 يوم معناه مخيم في الخارج سيمنعه ويحكي عساس أنه غيب مشروع قراءة قانون سيضاف انتخابات وقال النقطة الثانية أنه يلزم كل واحد ما عنده ماهوش محل متابع خضائيا مش حكم ولكن من هو اليوم من النشطين ونشطاء ماهوش متابع المسألة كلها متاع تحيل كما تدار السياسة بالتحيل ورغم أن يقول لك الصادقين وهم الكاذبين في حقيقة الأمر لا فم الصدق ولا نزاه لا حد شيء هو يشوف الحالات ويعملها القانب القانوني على مقاسه لأنه يكون فهم احتمال وليس احتمال واضح الآن فهم منافسة من الخارج بذا انترشح له شسمه للزناي دي من الخارج كيفاش يعمل له قانب قانوني على مقاسه معناه في القانون الاتخابي أو عن طريق الليزي بشكل يتم استبعاده ولأنه حاط فرضية أنه ممكن يرجع من فرنسا ويدخل لتونس إذا ادخل لتونس هو بش يعمل له قانون بمفعول رجعي يازم يكون كذا كذا عداها في تونس وما نجي مش يترشح وقس على ذلك لأنه يبدأ ميرقودش النوم في الليل يصغر في الليل ويخدم في مخه كيفاش كل واحد يعمل له كموسة من الكمامس كيفاش يعمل له كموسة بقانب قانوني هكذا هي اليوم تدار الأوضاع السياسية لا فم الصدق ولا فم نزاه ولا علاقة لهذا الأمر بعمر الفاروق حشاه معناه كل ما هناك اليوم هو التحيل وخداع وكذب واستخدام القضاء واستخدام ما هو مشروع وغير مشروع بعض المعارضة يحكوا على أن سعيد فعلا عادل ولكن عادل في الظلم لا لا عادل ظالم حتى في ظلمه يقولوا عادل في توزيع الظلم في الجانب هذا ممكن قاعد يوزع في ظلمه على الجميع البعض توقع أن قيس سعيد بشهده من نهضوين فقط وذلك عليك صفقه لانقلاب كما واحد مهبور في الحوم حابه يسيبه على وليد الحومة واليوم النهضوين أخي هو تسيب على الجميع على كل الأحياء ما خل حتى أحد الطائح أكثر من الوقف هذا واقع الحالة اليوم ما حفظ المقامات قيس القروي هذا من قيادات الحراك المناصر سيد سعيد قال مطالب بالحصانة مدى الحياة يا سعيد بش تعرف العبث هو قيس سعيد حل البرلمان تحت عنوان الذين يتحصنوا يتهم في أعضاء مجلس النواب أنهم يختفوا وراء الحصانة وهي في الأمر معمول به كل برلمانات العالم فيه حصان وبرلمان قيس السعيد اليوم فيه حصانة والآن مبر أن قيس السعيد يستمر في الحكم نعمل له حصانة مدى الحياة حصانة داين هذا جمعته مش تعرف مستوى العبث من مرقته تعرف بيناع شاهر هو قال حفاظ على مشروع سعيد شنو مشروع سعيد حتى عندما يأتي من بعده ما يفزدوش المشروع هو مشروع أزلي هذا حتى المشروع بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فما وقعت فتنة وقعت فتنة وفما الصحابة وفما التابعين وكذا ويأولوا يقروا معناه محمد الرسول قد خلت من قبله الرسول فنبلغ قيس السعيد معناها أزلي باش يبقى هو إجمعته هو طالب الحصانة ما بعد الرئاسة بس الرئاسة هو وقتاش مش يخليها الرئاسة قدر صيد سعيد في اختبات السابق قال سيأتيوه مع طناش هو ذك هو التحيل توحنا ما نشعارفين الانتخابات وقتاش وشمشولها نجمر يعني التحقيب الزمني ما وقعش هذا توحنا بعد الثورة مكسب من المنكاسب الأساسية هو أن نذهب الانتخابات حرة ونزيها وشفافة وتوقيتها معلوم وتستعدلها والبقية تظمينها في الدستور ومضمنة في الدستور هو حتى في الدستور عام الكموس من ناحية التحقيب الزمني ما ذكرش هذا لأنه يحب يتحيد عليش ما ذكرش هذا في الدستور كل دستية بالعالم تحترم نفسها لفيها حتى أدنى من الديمقراطية تذكر معناه تقيد عاملية الانتخابات مقيدة نعم إلا في دستور قيس سعيد هو ما يقوله رجل قانون ما يعرفش هذا هو كان عملها كمامس معناه هو ضرب من ضروب التحيل القانوني اللي لبسها للدستور متعاول يكتبه بنفسه في حقيقة الأمر يعني قيس سعيد من القجرة متاعه وفرضوا على التوانسة فرضا ويحبوا يفرضوا فيه زادة الحصانة مدى الحياة شوف العبث يعني هو في الحقيقة البارح في الفيسبوك وحتى في أصناف المعارضة بعضهم جاك مسح متاء أمل والعائلات المكلومة راهوا الله لا يوريكم يبقى عندها الأمل بشخر سجين عنده 14 شهر طالما أنه البارح كانت على قل خيام التركي ينفوا العام وشهرين عام وشهرين 14 14 خصوصا أنه دائما الاتهام أجلت جلسة متاحة بدون إداء هو فما تحيل حتى في الإجرائيات تلاعب الإجرائيات وأنا شفت بعض المحامين المتطمعين فعلا يشكوا لهذا قرار ختم البحث اللي عملوا قاضي أنا أتصور القاضي فعلا أنضع ليه إمضاء هو واضح لما تشوف ما فيش حد أدنى لا من الانسجام لا من العقلانية لا من السلاسة لا في ربط بين الأحداث ولا بين الأشخاص جيب 52 شخصية ما فمش حتى ربط بينها إلا المؤامرة الموجودة في عقل قيسس عيد وبعض ما عرفش أن القضاء تمتعوا ولمنصبهم لكن أنا وشكك حتى القضاء يعملوا هذا أن قاضي التحقيق فعلا يمضي على مثل هذا يعني قرار ختم البحث الأرجح أن يكون قرار قرار ختم البحث كتبه البوليس ويمضي عليه قاضي لأننا عبارة على نظام بوليسي الآن يخضع القاضي ما هو كثير من القضاء يقولك تبكي أمك خير ما تبكي أمي يا خي القاضي مش جازف ولمهددين بالطرد لأن أول إجراءات اللي أعملها قيسس عيد هي الحل المجلس على القضاء وتنصيب مجلس محله وعازل 57 قاضي لأنه شنو الغاية متاعه الغاية أن يسيطر على الحياة السياسية من خلال استخدام القضاء استخدام القضاء الضراع سياسي للتنكيل بخصومه واستخدامه عصى ومعناها لإعادة تشكيل المشهد السياسي وهذا ما يتم الآن تم ناسك عندها أمل ونصف الآخر الشطر الآخر يقولك العقل هل تتصور أن من أول على ضوقه ومزاجه في فصل 80 وضع دبابة لأنه يحترم المؤسسات هل تتصوره وكان يحترم مجلس الإجراءات الجزائية ما عنده وش معنى اللي هو يدوس على الدستور أنت باش تشوف مستوى العبث قيس سعيد استخدم الفصل 80 من الدستور بحجة أنه ضمن الإجراءات الدستورية بعدما استخدم الفصل 80 من الدستور ألغى الدستور لا اعتمد عليها أصلا وبعد قال أنا لن ألغي البرلمان لن أحل البرلمان لأنني أحترم الدستور وأول إجراءات العملها حل البرلمان لأنه جايب مخطط في مخه هو يحب يسقط البنية هذية وهو مشكلته شنوه هو قوة هدم وتقويض عنده قدرة فائقة على التقويض والهدم مهوش قادر على البناء فما حاجة بني الآن تبنات في تونس أحنا مشكلتنا الكبرى شنية الآن نادم والله يمكن يقول هذا الرجل صاحب مشروع عبقري طيب يصبح هذا أكدوه سمعوه أنا زي طاحب مشروع مقاومة الفساد لا سبيل العودة كلام بلوت أنت كيف تشوف بالتقارير الآن منسوب الفساد زاد في تونس يحيوه بالكلام رأوا الفساد لا يقاوم بالخطاب الفساد يقاوم بالإجراءات بشخصك وبتنصيب محاكمات على الهواء المحاكمات لها الهواء اللي عمل فيها ذي رايح حملة انتخابية يعني هذي يجيب أنت محاكمين تسمع فيها الطرف واحد بدون مرافعة المتهمة تسمعش حتى صوته خي هذه محاكمات يعمل على الكاميرات هذه حملة انتخابية فواضح الآن اللي تونس تدار بالعبث لا فيها إجراءات ولا فيها مؤسسات فقلت ربما الناس يصبروا على الدكتاتوري بالدكتاتوريات على أمل أنها تنجح في شيء ما يعني احنا عنا الدكتاتورية فاشلة على جميع المستويات اللي عمله قيس سعيد صادر حرية التونسيين ومعها صادر أقواتهم يعني احنا خسرنا الخبزة وخسرنا معها الحرية على الأقل في العشرية الماضية ما ينتقدوا فيه في أشياء كثيرة لكن لا حد يشكك في مكتسب الحرية تونس كانوا يتمتع بحرية ما تم معنى الكريمة بل أكثر من ذلك أقواتهم موجودة لا في العجين لا في القهوة لا في الزيت لاني شد الصف على السكر وشد الصف على الزيت وشد الصف على الخبز معنى فضلا على ارتفاع الأسعار ومستوى التضخم وترجع القدرة الشرائية ففشل على جميع المستويات بحيث خسرنا الحرية ولم نربح التنمية